اشتركوا في القناة دائماً مع سلسلة في ظلال رمضان حلقة اليوم وهي الحلقة التاسعة تحت عنوان عن زكاة الفطر معشر الإخوة والأخوات هذه الزكاة سماها العلماء بزكاة الفطر كما سموه بزكاة الأبدان وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة مثل زكاة المال سواء بسواء ودي الزكاة أوجبها الشرع على كل مسلم ويخرجها المرء عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من الزوجة والأبناء والخدم إذا كانوا يقيمون معه في البيت وكذا عن والديه إذا كان ينفق عليهما ورد في حديث بن عمر رضي الله عنهما فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديث والحكمة من هذه الزكاة أو هذه الصدقة لخصها لخصها صلى الله عليه وسلم بين حديث بن عمر وحديث بن عباس رضي الله عن الجميع يعني في حكمتين الأولى من حديث بن عمر تطهيرا للصائم من اللغو والرفت تطهيرا للصائم من اللغو والرفت والحكمة الثانية في الحديث الآخر طعمة طعمة للمساكين وهذه الزكاة الأصل في السنة أنها تخرج حبوبا أو دقيقا أو خبزا ويمكنها تخرج قيمة وهذه القيمة تتير نقاشا كبيرا جدا في هذا العصر كما يفعلوا بعض الإخوة سامحهم الله يشاغبون على الناس ويشددون عليهم ويضيقون عليهم وهم بذلك يخالفون سماحة شريعة الإسلام القيمة كما هو معلوم أجازها عدد لا يستهان بها من رواد السلف على سبيل المثال سيدنا عمر وابنه عبد الله بن عمر وابن مسعود وابن عباس ومعاد بن جبل ومن التابعين أبو حنيفة وصاحبيه والحسن البصري وطاوس وصفيان الثوري ومن أتباعهم الإمام البخاري رحمه الله وعمر بن عبد العزيز وابن القاسم وأشهب من المالكية وجازها أو أجازها الإمام بن تيمية رحمه الله للمصلحة الراجحة كما قال وعلى هذا الأساس فإن مسألة القيمة لم تكن بداعا إنما هي معروفة لدى لدى السلف بل إنه من خلال حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من طمر أو ساعا من شعير فذكر فقط صنفين وذكر بعض الأصناف الأخرى القليلة في بعض الأحاديث ولكن الفقهاء عبر التاريخ أضافوا أصنافا أخرى من خلال المبدأ الجميل الذي قالوا وهو أنها تخرج من غالب قوة أهل البلد وهم بذلك ذهبوا إلى القيمة كما هو كما هو واضح وقد ألف شيخ محدثي المغرب الإمام الغماري رحمه الله كتابا سماه بغية الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال وأورد فيه عشرين دليلا تسوّغ وتجيز إخراجها قيمة ولا بد من أن يقتنع هؤلاء الذين يتيرون الضجة كل سنة حول هذه المسألة أن شريعة الإسلام هي رحمة وليست صيفا مسلطا على رقاب على رقاب الناس صحيح من أراد أن يخرجها طعاما فليفعل ولا حرج ولا أحد يرغمه ولكن أيضا من أراد أن يخرجها قيمة ليس لأحد الحق يقول له إن زكاةك غير مقبولة أو غير جائزة مما يسبب للناس الحرج ويجعلهم ولسيما في المدن والمدن الكبرى على وجه الخصوص يبحثون عن الحبوب ولا توجد فإذا وجدت فلا تستجيب لرغبة الفقير والمسكين فليتق الناس الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف من ناحية أخرى هذه الزكاة تعطى للفقير والمسكين خاصة تعطى تعطى للفقير والمسكين خاصة وليس لباقي الأصناف المذكورة في زكاة في زكاة المال وهي تخرج قبل صلاة العيد والمجلس العلمي في المغرب أجازة استفاتت مما ذكره الفقهة إخراجها قبل العيد بتلاتة أيام كما أجازة إخراجها بالقيمة وقدرها هذه السنة حسب الأسواق بعشرين دير عمن والمجلس العلمي هو بذلك يقدم للبلد رأي السلطان ورأي السلطان يرفع النزاع كما يقال وهذه الثلاثة أيام مهمة جدا لتصل أولا إلى الفقير حتى ولو كان بعيدا إذا أردنا أن نرسلها إليه للضرورة وفي نفس الوقت اللي تفي بالغرض والهدف الذي شرعت من أجله وهو إغناء الفقير والمسكين عن ذل السؤال في يوم عيد وفرح المسلمين ويجب أن تؤدى كما قلنا قبل الصلاة لأنها إن أديت بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات ولكن مع ذلك تبقى في الدم يجب على الإنسان أداؤها ونسأل الله تعالى أن يخرج هذا الشهر المبارك الكريم بالخير والفضل والرحمة والغفران على أمير المؤمنين وعلى بلادنا كافة وسائل المسلمين وأن يصلح أحوالنا ويغفر ذنوبنا وينصور مجاهدينا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صحي ومن تبعده إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة